اشتركوا في القناة اذا لنبدأ على بركة الله اخي الكريم بعد تصميمنا للغلاف الخاص بكتابنا يجب علينا كذلك تصميم محتوى الكتاب ولاننا لازلنا في بداية الدورة فنحن سنبدأ بتصميم محتوى بسيط مذكرة مثلا الان سندخل الى موقع يقدرنا لنا مجموعة كبيرة من الاشكال التي يمكن ان نستخدمها كمحتوى لكتابنا هذا الموقع هو designer book vault وتأتينا الوجهة على هذا الشكل هذا الموقع يعطينا مجموعة كبيرة من المحتوى الداخلي للمذكرات فما عليك سوى اختيار السايز هنا فبالنسبة للمذكرات 6-9 انش اما بالنسبة لكتب التلوين او الكتب الاخرى 18 او 8-11 كلما كان الكتاب القياس اكبر الى كان احسن هنا نجد no blade و blade فهذه يعني هناك العديد من الاشخاص يقع لهم خلط هنا سأشرحه عليكم بكل سهلة ما عليك الا ان تتابع معي يا اخي الكريم عند اختيارك لبليد فانت تحدد الكتاب بالكامل يعني ان المذكرة سوف تأخذ بكاملها ولن يحدث منها شيء هذا بالنسبة لبليد اما عندما نتحدث عن no blade فاحنا نتحدث عن ان الكتاب سوف يقطع من هامش على اليسار وهمش على اليمين فيجب عليك احترام هذا الهمش حتى اذا ارادت الشركة ان تقوم بقص الكتاب او المذكرة تجد ان المكان المخصص للقص بعيد كل البعض عن المحتوى الداخلي للكتاب يعني هذه بكل بساطة الشرح الواضح لبليد ونوبليد ونصيحتي لك اخي الكريم يمكنك ان تشتغل على النوبليد وتضع واحد هامشا تحترمه دائما حتى لا تقع في الخطأ فعند اختيارنا مثلا للقياس الذي نريده ثم عدد الصفحات نختاره كذلك هل سنختار الصفحات ليس بها اي شيء كهذه التي ادرناها امامكم فان اردت خالية وتريد التعديل عليها فما عليك الا اختيار الخيار الاول ثم قم بالتحميل ثم ننتقل الى الاشكال الاخرى فعند اختيارك لشكل من هذه الاشكال فهي اشكال يعني تعتبر جميلة جدا خصوصا للاشخاص المبتدئين فيمكنك تحميلها هناك بعض القوالب التي لا تستطيع تحميلها الا ان كنت منخريط في الموقع فما عليك الا التسجيل بالامال الخاص بك وسوف تظهر لك بكل سهل عند اختيارك لأي قالب اردته فما عليك سوى الذهاب الى هنا ثم تحميله بكل سهل والجميل في الموقع هو انه يحمل لك المحتوى بPDF حتى لا تجد اي مشكل في تحويله الى الصيغة بPDF ونحن نعلم ان امازون دائما عند تحميلك للكتاب والكوفر الخاص به فانت تقوم بتحميله بPDF كان اخواني هذا شرح بسيط لطريقة جلب محتوى مجانا دون عناء للاشخاص المبتدئين او حتى للناس المحترفين الذين لا يتوفرون على وقت وفي الدرس المقبل ان شاء الله سنقوم بانشاء ديزاين او تصميم خاص بنا لمحتوى كتابنا عن طريق powerpoint وسوف ارفع لكم الفيديو في اخرى بوقت فاخواني دائما احاول ان لا اطيل في الفيديوهات الخاصة لانني اعرف ان كلما طالع الفيديو الا وقل التركيز وبالتالي لن تستفدوا منه لذلك اخواني سوف اقوم برفع فيديو اخر قصير خاص بطريقة انشاء وتصميم محتوى خاص بنا بطريقة ديزاين التي نراها مناسبة لمحتوى كتابنا وذلك عن طريق powerpoint وهي طريقة سهلة وبسيطة جدا لذلك تابعوا الفيديو المقبل ان شاء الله وكما عودتكم دائما اخواني نحن نحاول دائما ان نجد الوقت المناسب لرفع الفيديوهات لكم ونبدل بعض المجهودات فاخواني لا تبخل علينا بزر الاشتراك ثم تفعيل الجرس ليصلك الجديد دائما ثم الضغط على زر اعجبني ومحاولة مشاركة الفيديو مع الاصدقاء حتى تعمل فائدة وشكرا لكم وادام الله علينا وعليكم الصحة والعافية اشتركوا في القناة